عما هذه الصورة اللي رأينا نشوفها فهي ملتقى لملتقى آخر كان اليوم حول أحمد بن بلا تعرفوا باللي في ملتقى هواري بومدين كانت السيدة أنيسا يعني ما نستطيع القول حاكمت فترة معينة هي فترة أحمد بن بلا قالت بأنه كان ارتجالي وفوضوي وطبعا هواري بومدين انقلب على أحمد بن بلا هذه صورتهم المشتركة في الملعب ثم كان هناك انقلاب عسكري وإقامة جبرية وضع فيها أحمد بن بلا فملتقى آخر كان حول بن بلا اليوم ورسالة من وزير المجاهدين قرأها نيابة عنها الأمين العام هذا الملتقى أكد على أن بن بلا هو من طينة الأبطال الذين مزجوا بين الفكري والعمل وكان هناك حتى في اللقاء مدخلات لجامعيين وتم تكريم عائلة الرئيس الراحل أحمد بن بلا وعدد من المجاهدين وأيضا الأساتداء المحاضرين وزير المجاهدين أيضا كان في منتدى الحوار اليوم كشفا على أن الملتقى الأخير تعهواري بومدين لم يكن ملتقى تعواطف كلام مرسل وإنما تم إعداده من طرف مجلسين علميين يشرف عليهم أساتذة من أهل الاختصاص من المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية والمتحف الوطني للمجاهد هذا طبعا بالنسبة لبعض الناس اللي يقولوا بأن الملتقيات هذه هي ملتقيات فيها كلام مرسل أكتر منه كلام علمي سوف نناقش لماذا عاد بن بلا سريعا في أسبوع تكريم أو إعادة إحياء ذكرى هواري بومدين ترجمة نانسي قنقر